استاذ نصور عم نسمع بالدعاية الأمراض المزمنة والمستعصية للأسف صرنا أكتر وأكتر عم نسمع بالأمراض خاصة الأمراض السرطانية صار واحد بيخف منها بيخف من علاجها بيخف من كلفتها كل ما يتعلق فيها بيخوف وحضرتكم بـ ITN Insurance Team Network حضرتك كمدير عام لهالشركة عم تقدموا نوع من برنامج جديد للسيدات اللي ضوات الصحة السليمة يعني البعد ما أصيبوا بأمراض مستعصية أو أمراض سرطانية يريد أن يكون عندهم كمان تأمين على هالأمراض أو إذا أصيبوا بهيك أمراض مسمعينوا والوومن؟ صحيح والوومن هو للأمراض السرطانية عند المرأة هنه سبع أنواع أمراض سرطانية هاو دي المعروفين عند المرأة اللي هون مثل البريس كانسر الأوفري كانسر هالأمور اللي صحيح هادي البطاقة خلقت فقط للمرأة وخاصة أنا بنصح كل مرأة اللي بتعتمد على نفسها أو اللي بتكون هي موظفة أو عندها محل أو عندها عمل لإله وهي دا هو تعويض بنا نقدر نفرق ما بين الوومن هو برنامج تعويض مالي بنتفعلها مبالغ تتقدر هي تكمل مشوار لإلاج لا سمح الله إذا صار عندها حلات سرطانية المعروفة عند المرأة مغيرة عن البطاقة الاستشفائية إنه ما فيها بهالبطاقة تفوت على المستشفى بس بيحق إلا بمبلغ بس اللي بيعانوا لايف انشورنس وينصابوا بأمراض مستعصية تمنعهم من إكمال العمل وغيرها كمان ما بيطلع لهم تعويض مشابه لايف انشورنس بيعطوهم لا سمح الله بيأخذوا رايدرز عليها بس ما بيطلع لهم هالبنيفتز أول شيء يجب أن يكون عندها لايف على أساس لايف تأخذ الرايدر للكانسر أو للكريتكال إلنسس بينما هون ستريت فورورد للكريتكال إلنسس هو الكانسر أكثر شيء منتشر ومعروف عند المرأة باللايف لجب أن يكون فيه بيعطوها مبلغ مقطوع أو إذا صار عندها وإذا اخذ اللايف هون مش ضروري يكون عندها لايف بتكون هذا الشيء من هكي يبتجي كتير رخيصة لأنه موفرة اللايف يعني هي بتعملها مع الماديكال إنشورنس العادية بتزيد عليها أوبسيون والومن والومن فيها تعملها مع الماديكال وفيها تعملها لوحدة فيها تشفي ويمكن شارية ماديكال من أي محل تاني بحق إلا تأخذ اللايف بأي حالات بتعطوها هالتعويض المادي وكيف بتعطوها هالتعويض المادي؟ هيدا البطاقة في برنامجة فيه تعويض 25 ألف دولار أو 50 ألف دولار إنه اللي بدها تأخذها طبعا بدها تكون سليمي ما تكون عندها حالة سرطانية سابقة بتدفع شهري إنه عندك ابتداء من 10 أو 15 دولار بالشهر لل55 أو 60 دولار حسب الأعمار ما بين 18 سنة لل55 سنة اللي بحقله ينضم يشترك وبتعاملو لفحوصات معينة لتعرفوا أنه هي خالية من الأمراض السرطانية السابقة لأنه هي لازم بتعفي الإنسان إذا عامل فحوصات أو عنده شيء بالبيل لازم بيذكر إذا لا في أسألة وهالأسألة هي إذا حدا عنده سرطان بالعائلة أستاذ نصور؟ موجود بس منخدها يعني معرض أكثر نغيره بيصير بيدفع يعني بريم أكبر؟ لا هوني عم ناخدهم مثل معينة لأنه ربما تصيبها ربما ينظر هذه أوكي بالجينات بس ما فينا ناخد الإنسان نحمله مسؤولية خيه أو أخته أو بيه ما فينا بس مناخد الإنسان إذا هو مؤمن بالتأمين بيشتريها أوكي والحلو فيها أنه بس لا سمح الله صار فيه تشخيص للمرض بيدفع على 12 ألف دولار كاش دغري برجع كل شهر من تاريخ التشخيص ألف دولار شهري على مدة سنة طبعاً يمكن عندها بدأت تدفع قصة سيارة بدأت تدفع للمحال بدأت تدفع للبنت اللي بتشتغل عندها كل شيء في كتير مصاريب بدأت تدفعها وعلى مدة سنة كمان وهي عندها التشويس بأنه تنقل تعويض المادة اللي بي سقفه الـ 25 ألف أو الـ 50 ألف أو الـ 50 ألف في عندها كمان كلمة بتفوت على المستشفى بيطلع على 200 دولار باليوم إذا لسه محلة بدأت تعمل عملية تجميل للصدر أو شيء بيطلع على 6000 دولار إنه عندها هالمبالغ هي اللي هني بيعطوها راحت البال مش ضروري تعطلها موان بدي يجيب تأسرف موان بدي يجيب تأسرف صحناً بكون مريض بيكون يعني همه كبير مش ناقصه همه المصاري كمان هيداً أنا بنصح كل أمرأة اللي عندها ميديكو تشتري هالبوليسة اللي هي كتير صغيرة وضئيلة بس هي بتكون سند لأنه بطاعة الاستشفى راح تدفع عنا بالمستشفى بس هالمصاريف اللي هي بدأت تتكبلهم الخارجية والخارجية صار عندها مدخول تاني بتطمم بيلا بيصير عندها راحة البال صحيح من بين ما بين الاستشفى وما بين الوال وومن الكار تابعاً اسمعنا بالدعاية اللي شفتناها قبل شوي للآي تي أنه عم تغطوا الأمراض المزمنة والمستعصية نعم كيف؟ تعرفين احنا كنا من الأوائل مش بس بلبنان حتى بالشار الأوسط نزلنا البوليسي نحنا عنا البوليسة هي بوليس تاني بوحدة نزلنا الاستشفى اللي معروف كله بالبلد وضمينا عليه بوليسة تاني اسمها الكريتيكال إلنس هالكريتيكال إلنس بتنضم إذا الإنسان ما عنده حالي سابقة دغري بيكون مغطى تلقائي إذا عنده حالي سابقة بده عنده ويتنج بريود وان يير بينتظر وبعدين بيصير مغطى إلا إذا كان عنده تأمين من أي شركة تاني منيخده ومنعطيه حدود تغطية مرتاحة عليها كتير وبتسن اللي بعدها منعمل إزالي لهالاستثناء ويربايا مع كل الشركات السابقة إذا حطوا له استثناء بحطوا له إياها للعمر طي روح الإنسان تيموت إنه هيدا تسأم فار بطريقة أنا بلاقيه منا صحيح صحيح لا وحتى لو عطوا حدود تغطية يعطوا خمسمية ألف 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 هم بسير صغير هالإنسان بيكون عم بيدفع أنا نحنا تخطينا هيدا لأنه الإنسان اللي شاري تأمين واللي عم بيدفع التأمين ومؤمن بالتأمين بدك بالعكس تسين دي تتشجعي وتشجعي غيره ولا بتصال لمرحلة بيقولك خليني ميزي لك بذبط حيلي بترك المصيات معي بتعفلي وخاصة بالأوضاع اللي نحنا فيها بقى من الأهم شي نحنا ننظر لهالإنسان اللي هو عم بيحط جهد وعم بيحط مبالغ نقدر نعطيه يعني بنعيه عم بيحط هالمبالغ لحتى يأمن حاله بأيام الصعبة والأيام الخطرة بالضبط صحيح من هك نحنا خلقنا هالبرنامج من هون وهيدا استشفى ما قلو دخل بالتعويض بالأمراض المزمنة بالتعويض بديك تاخد بوليسا تاني حتى في عنا بوليسا بتاخد أكتر أنواع الأمراض المزمنة القلب المفتوح وها موجودة طبعا في حوالي 16 نوع من الأمراض المزمنة بيقدر الإنسان يستفيد منها وحسب كل واحد دحالته الصحية بتختلف البريم اللي بدو يدفعها بي بطريقة أو بأخرى بس مش كتير مش إنه شي لا يسكر إنه طبعا ما فيك أنت تعاملي هالإنسان اللي صحته كتير منيحة مع الإنسان اللي عنده حالي إنه صحيح ونحنا دايما منطلب ينضم لإلنا الشبيب صحته كتير منيحة طي يقدروا يساعدوا لعندهم حيلات سابقة لأنه هالإنسان يوم من الأيام رح بيكون موجود بالضف التاني هو عنده حالي ورح يجي شباب تاني يساعدوهم بتعرف الحيال بتتواصل والدنيا بقى أنا البطلب اللي بدو ينضم يجيب لنا معه ناس سليمين طي يقدر هو يكمل هالمشوار ويوم من الأيام رح نكمل مشوار هالإنسان اللي هو سليم بس طبعا الإنسان بيصال لأعمار معينة كلنا معرضين بيصير بحاجة لأستوستنس صحيح شكرا لك أستاذ ناصور أهلا وسهلا فيك نرجع نشوفك بحلقة ليحقا مع موضوع جديد كمان بتقدموا لإي تي أن مشاهدين حان أخد بريك ومنتبع حاول أمان أغلى نعمتين بتوفروا إي تي أن عينية صحية كاملة ونزام راقي بينسجم مع كل أفراد العيلي إي تي أن بتقدم لكم بطاقة أسك بلو للاستشفى بثلاث برامج كلاسيك إسانشل وغولد تغطي وفع بتشمل لأول مرة بلبنان الحالات المرضية المزمنة والمستعصية مع الاستفادة من ضمانة التجديد والاستمرارية أسك بلو من إي تي أن عيش الصحة والأمان 03 546 444 70 546 444